السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة نلتقي إن شاء الله تعالى في محاضرة جديدة من المحاضرات التقانة الإحيائية اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن تقنية تسمى DNA Cloning وكلونة الـ DNA عادة هي من المحاضرات الهندسة الوراثية بمعنى إنه هذه المحاضرة هي في الحقيقة إنه الهندسة الوراثية هي جزء من التقانة الإحيائية ولذلك الآن راح نعطي فد محاضرة عامة حول كلونة الـ DNA وتفاصيل هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى راح نأخذها في الكورس الثاني بتفاصيلها الدقيقة المهمة فخلي نشوف شنو معنى إنه كلونة الجينات أو كلونة الـ DNA بشكل عام على سبيل المثال عندنا بهذا الشكل التوضيحي في بعض الأحيان عندنا تكون هناك مجموعة بروتينات أو إنزيمات أو هرمونات معينة نحتاج إلى عملية تصنيعها يعني على سبيل المثال عندنا الآن مثلاً هرمون الإنسولين الأشخاص اللي يعانون من النوع السكر اللي يكون معتمد على الإنسولين يأخذون حقاً من الإنسولين طيب هذا الإنسولين مين أنتج؟ خب ما معقولة إنه يأخذون مثلاً دم إنسان ويستخلصون الهرمون الموجود ضمن المجرى الدموي لأنه كمية الإنسولين موجودة في الإنسان هي كمية جداً قليلة وأضف إلى ذلك هذا العمل أيضاً هو غير ممكن لأنه نحتاج إلى الإنسولين بكميات أكبر مما ينتج الإنسان وبالتالي عملية تصنيعة متن بهذه الطريقة أيضاً غير ممكن أخذ من الحيوانات يعني فلذلك لا بد أنه العلماء اكتشفوا في الطريقة معينة لإنتاج مثلاً إنزيم أو هرمون الإنسولين كذلك الحال بالنسبة للهرمونات الأخرى يعني نشوف مثلاً أشخاص مثلاً على سبيل المثال عدهم مشاكل في هرمون القروث القروث هرمون وهي يأخذون اللي هما طبعاً يعانون من الدوارفزن يأخذون في المراحل الأولى بالطفولة مثلاً حقاً جروث هرمون هرمونات الأخرى الهرمونات ربما هرمونات غدة درقية هرمونات الجنسية إلى آخرين كيف هذه العلماء صنعوها؟ أضف إلى ذلك كثير من الإنزيمات كثير من اللقاحات الآن هذه في موضوع أو مسألة الكورونا فيروس عملية تصنيع اللقاحات واحدة من اللقاحات المصنعة هي بروتينات هذا الفلوجاب اللي هو اللقاح الإنفلوانزا اللي نأخذها سنوياً اللي هو عبارة عن مجموعة بروتينات المكونة للغلاف الخارجي الكابسل والكابسوميرز وإلى آخر هذه كلها عبارة عن بروتينات بالتالي شلون أنتجوا هذه بروتينات؟ تقنية الهندسة وراثية اللي هي الجين كلونينج استطاعوا العلماء إنتاج هذه الهرمونات عن طريق استخدام البكترية لو نجي مثلاً على سبيل المثال إلى هذا الشرح اللي موضح أمامكم أو هذا الفقر الموضح أمامكم العملية بشكل بسيط هي تكون كالتالي بلازميد بكتيري هذا بلازميد بكتيري موجود في بكتيريا معينة يستخلصون من الخلية البكتيرية ثم بعد ذلك يعاملوا بإنزيمات معينة يقطعوه ثم بعد ذلك لما يقطعوه يجيبون قطعة الجين المطلوب حشرها يعني على سبيل المثال الآن الـ DNARD أنتج مثلاً أخلي البكتيريا تنتج إنسولين إيش أسوي؟ أجيب الجين المسؤول عن إنتاج إنسولين إيش لون أجيبه؟ أستخلص مثلاً من خلايا الإنسان الـ DNA سامبل دم استخلص معده كريات الدم البيضاء ليش كريات الدم البيضاء؟ لين كريات الدم البيضاء؟ أتحوه على DNA أخذ كريات الدم البيضاء أستخلص معدها الـ DNA ثم بعد ذلك الجين المسؤول عن الإنسولين أكثره بالـ BCR ثم بتقنية معينة رح نأخذ تفاصيله بالكورس الثاني ألصق قطعة الجين المسؤول عن إنتاج الإنسولين اللي أنا كثرت أصلاً بالـ BCR ويا من ويا قطع بلازميد بعد ما افتحت البلازميد بإنزيمات قاطعة منها cleaved by restriction enzymes الـ restriction enzyme عبارة عن إنزيمات قاطعة إنزيمات تقطع القطع الـ DNA وبعد ذلك أدمج القطع المقطوعة بمن بالإنزيمات القاطعة اللي هي قطع البلازميد ويا من ويا قطع الجين اللي أنا كثرتها بالـ BCR اللي هو جين الإنسولين ثم أستخدم إنزيم آخر يسموه الإنزيم اللاحم اللايجيز وألحم قطعة الجين ويا من ويا الـ Vector اللي هو البلازميد هذه الجزائيين نسميها Recomponent Vector يعني قطعة DNA مهندسة ورافين ثم بعد ذلك أأخذ هذه قطعة Recomponent Vector اللي هو البلازميد اللي حاوى على الجين أدخلها في داخل الإيكولاي طبعا ولكونه البلازميد يكون حاوي دائما على Antibiotic Resistence لذلك راح أنمي البكتريا عليما على وسط حاوي على الـ Antibiotic ليش حتى أمنع تلوث البكتريا خاف تجيني بكتريا أخرى مثلا موجودة بالطبيعة وتلمو الـ Antibiotic راح يمنعها راح يكون Selective فرح يخلي فقط البكتريا اللي تكون حاوي على البلازميد مالتي هي اللي تلمو بعد ذلك أنميها نشوف أنه على سبيل مثال هنا البكتريا إذا جتني بكتريا ما دخل لها البلازميد أو بكتريا ملوثة زاد Antibiotic E.coli والذاود Vector Cels ما راح تلمو فقط اللي راح تلمو يا من أم البكتر اللي تكون عادة الميديا اللي تكون حاوية على الـ Antibiotic راح تلمو كلها راح تلمو وأضف إلى ذلك البلازميد راح يتكاثر داخلها لما يتكاثر البلازميد يعني الخلية راح تسوي أكثر كبي يعني نسخ من هذا البكتر وبالتالي البلازميد بنفس الوقت يكون حاوى على شنو على قطعة الجين ماتي فراح يتكثر هو والجين باعتبار أنه قطعة وحدة ثم الخلية هذي راح تشوف أكوجين هو إنسولين زيان بطرق معينة راح تحول الجين الإنسولين إلى RNA ومن ثم إلى RNA إلما إلى بروتين ثم بعد ذلك أكسر الخلايا وأستخلص البروتين بطرق الجروماتيوغرافيا اللي راح تشرح لكم جزء من عدها تدريسية المادة العملي هذي هي تقنية الكلوانة بشكل عام قلينا نجي نشوف مكتوب هنا الـ DNA cloning is a process of making several identical copies of a gene or gene fragments يعني بشكل عام الكلوانة الجين الغرض الأساسي من عدها هو إنه إنتاج عدد أكثر كبيز ميا من الجين مالتي أو الفراغمنت مالتي بعد ما أخليه وين بالبلازميد والعملية الضمن إنه DNA fragment الفراغمنت اللي أقصد بها اللي هو قطعة الجين نسميها DNA fragment لأنه شنو هي جزء من الـ DNA مو DNA كامل فنسميها fragment معنى إنه جزء from anorganisms أي قطعة جين يعني بعض الأحيان أنا أرد أدرس مثلا بروتين معين موجود في غلاف خارجي البكترية أريد أستخلصها وأشوف مثلا صفات البيولوجيا وإلى آخر مجرد أخذ الجين مالتي وأسوي لك الورنة بهذه العملية DNA fragment from anorganisms يعني أي قطعة DNA جين أو غير الجين فعلا بل نحن نستخدم الجينات is cleaved طبعا مأخوذ أمين من أي organisms حسب الدراسة مالتي حسب غرض التجربة مالتي is cleaved معنى إنه تقطع or amplified أو نكثرها عن طريق تقنية الـ VCR and inserted وندمجها ويا من ويا DNA carrier اللي هو قطعة DNA حاملة نسميها شنو الفكتر الفكتر قد يكون بلازميدات وقد يكون فيجات لسا راح نطلق عنهم Vector are generally double-strand closed circular DNA which has an origin of replication through which they can replicate in whole system هذه البلازميدات عادة عبارة عن double-strand DNA بعد هذه البلازميدات أكو سيكوانس معين ضمن هذا البلازميد اللي هو الـ DNA هذا السيكوانس نسميه origin of replication هذا الـ origin of replication معنى إنه موقع اللي يبدأ من عدة البلازميد بمن؟ بالتضاعف لأنه البلازميد عادة ما موجود بقطعة واحدة بداخل الخلية البكترية وإنما موجود بنسخ كثيرة بمعنى إنه البلازميد عادة الخلية البكترية تحوي مثلا خمس قطعة خمسين قطعة حسب نوع البلازميد فالبلازميد عادة يكون حاوى على سيكوانس هذا السيكوانس يسموه origin of replication فأنا عادة بالتجربة مادتي لما نأخذ بلازميد وأسوي لهندسة وراثية يعني أكل ونو وأدخل إلى داخل البكترية البكترية مادتي الإيكولاي طبعا دائما لنستخدمها إيكولاي معزولا من الأمعاء وتكون عادة مناسبة لظروف الهندسة وراثية تكون غير معدية شك وجين ما تعامل ضلاء وشايلية من عدد زيان فبالتالي لما نتعامل وياهاي الإيكولاي ما تمرضني باعتبار إنه هي شنو كائن مهندس وراثيا فبمجرد ما أدخل البلازميد بطرق معينة مزين إحنا طبعا أخذنا بالمحاضرة السابقة بالجين ثرابي فالطرق معينة لإدخال الفكتر من ضمنها أخذنا الإلكتريكا والشوك الصدمة الكاربائية عادة نستخدم هنا هما تفتشي مشابه المهم فأكفت شي اسمه سيكوانس هذا السيكوانس اسمه أوريجن أوفر بيكيشن لما ندخل البلازميد البلازميد الواحد رح يدخل داخل البكترية ولكن بمجرد ما تنمو البكترية البكترية نفسها رح يضاعف بها البلازميد أضف إلى ذلك البكترية نفسها رح تضاعف زين فاش رح يصير رح يصير عدي تضاعف عدد للبكترية وتضاعف عدد بداخل كل بكترية المن للبلازميد عمليات التضاعف للبلازميد داخل البكترية من التم من سيكوانس اسمه أوريجن أوفر بيكيشن زين بعد يقول عادة انه الفكتر هذي يكون حاوي مثل ما قلنا علي يمن على selectable marker يفيدنا بعملية selection يعني فقط لما انمي البكتيريا مالتي البلازميد اللي حاوي علي يمن على الجين مقاومة الانتوباتيك هو اللي ينمو فهذا راح يفيد نوين بعملية selectioning اخر شي لما انمي البكتيريا علي يمن على طبق بنيوترنت اقار مثلا فقط البكتيريا اللي تكون حاوي علي يمن على البلازميد هي اللي راح تنمو ولذلك راح يميز للكولونيز اللي تكون حاوي علي يمن على الجين ماتي Vector with the desired DNA insert is called Recompanent DNA الفكتر اذا حوى على قطعة الجين الغريب اللي سمينا الغريب اللي ادخلناها نسمي Recompanent Vector This can be transformed to suitable host cells عادةً احنا هذي transferred معنا ننقلها المن الى suitable host cells اللي هو عادةً الايكل هذي كلام كله اللي احنا اذكرناها قبل قليل دعنا نعيد شرحها where it finds machinery for replication and make several copies of it مثل ما شرحناها وبالتالي هذي راح يصير بها إكسبرشن وقلنا عملية الإكسبرشن سابقا بالمحاضرات هو عملية تحول الجين الى بروتين The process also called Recompanent DNA Technology or Genetic Engineering هاي العملية كلها نجيب جين ندخله ببلازميد ندخله بإيكولاي نسميها شنو؟ نسميها Recompanent DNA Technology او نسميها Genetic Engineering اللي هي الهندسة وراثية Recompanent DNA Technology is largely based on the work of Paul Berg, Herbert Boyer, and Stanley Coyne هذولا ثلاث علماء هما اللي يطوروا هذي التقنية Although many other scientists have also made important contribution على الرغم إنه أكو علماء آخرين سوونا هذي التقنية اللي أساسية ولكن بول بيرغ في عام 1972 1972 هو الشخص أول شخص هو عز الجين مسؤول عن من from a human cancer causing virus فالجين معين هاد الجين مأخوذ من من فيروس يسبب الي السلطانات في الإنسان اسمه sv40 عزل فجين معين من عدة Using Restriction Enzyme أخذ الـ DNA من الفيروس ثم بعد ذلك استخدم انزيمات قاطعة قطع فجين معين من عدة وبعد ذلك Join this virus DNA with the molecules of DNA from bacterial virus Lambda using an enzyme called DNA ligase طبعا احنا اذكرنا انه بلازميد ولكن بعض الاحيان يقدرون العلماء يستخدمون DNA مات فيج ليش لانه الفيج عادة مثل ما اذكرنا بالفيج ثرابي سابقا اذكرنا انه عادة الفيج يصيب البكترية فبالتالي هم وش يسوون عادة يأخذون الفيج يأخذون الـ DNA مالته يتلاعبون بيضيفوله يعني الـ DNA مالته يضيفوله قطعة الـ DNA اللي يريدون الدخله وبعد ذلك يدخلوه بالفيج بطرق معينة ثم وبعد ذلك يخلون الفيج يصيب البكترية وبالتالي لمن يصيب البكترية راح يحقن الـ DNA مالته والـ DNA مالته حاوي على الجين ذاك اللي يدخله به ويتم عملية الهندسة وراثية طبعا هذي تقنية اخرى هذي كانت اول جزيه الـ DNA من نوع Recomponent مهندسة وراثية تم تصنيحها لاترون بعدها عام ٢٨٨٠ بول بيرغ شرد نوبل بريز يعني Using organisms such as bacteria, insect or plant بعض الاحيان احنا طبعا نسمي الكائنات المتشابهة بمن اللي تكون identical genetically identical individual نسميها clone اخاف يجيك حرف clone C-L-O-N-E هذا معناها انه هذا الكائن يكون متشابه من genetically identical individuals يعني عبارة عن كائن متشابه جينيا فنسميه بعض الاحيان clone وعادة ينتج بطرق غير جنسية asexual مثل البكتريا مثل بعض الاحيان حتى في الحشرات والنباتات بينما في البيوتكنولوجي the process of reducing multiple identical copies of DNA fragments اللي هي سميها molecular cloning cells cell cloning or organisms is referred to as cloning انشاريه عادة بعمليات الكلوانة اللي هي انتاج identical copies of DNA fragments نسميها molecular cloning نسميها cell cloning الاخر A clone هذا الكلون اللي اذكرنا الكلون لما نقول clone الكلون غير الكلونing الكلون هو اشارة علما للكائن A clone has an exact genetic imperient as that of original cells tissue or organisms يحوى على نفس المادة ورافية للخلية الاصلية او للتشو مادة الكائنات there are different types of cloning technology used for various purposes besides producing the genetic copy of organisms هناك اقوم مختلف انواع مختلفة من الكلوانات في جيك الاساسي basically the cloning technology can be divided into three types as النوع الاول نسميه reproductive cloning النوع الثاني نسميه therapeutic cloning والنوع الثالث نسمي re-component DNA technology or DNA cloning اللي احنا الان بعمل نتكلم عنهم بالنسبة للreproductive cloning فهي عادة تستخدم لجنرات a twin of an animal that is genetically same as another or currently or previously existing animals فاذا جاك الربرودكتف cloning تقول شنو هو هو عبارة عن technology نستخدمها عادة لانتاج حيوانات تكون متماثلة تماما وهذا المثال هو باستنساخ النعجة دلي اذا سامعين به النعجة دلي واستنسخه مزين كائن مماثل تماما لنعجة الام واستخدموا بها خلايا جسمية بدل ما يستخدمون خلايا جنسية وهي كانت اول the first clone ship اول كائن مهندس هل اقو امكانية مثلا لصناعة انسان مستنسخ من انسان اخر اقو هيش امكانية ولكن هذا الشي محظور دوليا واثيكالي يعني اثيكالي يعني اخلاقيا ممنوع طبعا هناك اقو اقاويل انه في الصين على سبيل المثال قاموا بهكذا تجارب بسرية تامة انسان لانه عادة هذي الدول الاسيوية دول مثل الصين ما تعتمد كثيرا بالاخلاقيات العمل النوع الثاني عدنا من الكلواني نسميه therapeutic اللي هو الكلواني العلاجية which is also known as imperial cloning اللي هي عادة نتكون نسميها الجنينية الكلواني الجنينية is a production of human embryos for use in research and treatment of disease اللي هو انتاج جنة بشرية حتى يستخدموها وين بمجالات research for treatment عادة هذي اللي هي التقنيات اللي يسموها الhuman embryo الايمالتها الاساسي مو على مود حتى اكلوا الانسان وانما الغرض من عدها انه تعرفون انتو هذه الخلايا الجنينية او الاجنة بشكل عام تكون عادة غنية بالخلايا الجدعية فعادة حتى يستخلصون خلايا الجدعية يسوون كلوانة وين للاجنة يعني في المراحل الجنينية بيوض المخصبة بطرق معينة سأدور الخوض بالتفاصيل يحصلون الافة مرحلة معينة من الكلوانة الجنينية حتى ينتجون خلايا جدعية بشرية طبعا والخلايا الجدعية لها استخدامات كثيرة جدا سواء كانت علاجية وحتى في التشو انجينيرينج اللي هي الهندسة النسيجية اللي ان شاء الله تعالى نأخذها بالمحاضرات القادمة اللي على سبيل المثال مثلا عندنا انسان صمام قلبه يحتاج الى تبديل خب ما يجلبوا له مثلا صمام بلاستيك ويخلو لي لا يستخدمون عبارة عن انسجة معينة يصمموها صناعيا ثم بعد ذلك هاي الانسجة يغطوها بالخلايا الجدعية والخلايا الجدعية تبدأ تتمايز وتأخذ شكل ذاك النسيج اللي كان مصنع ثم بعد ذلك المادة اللي نمع عليها الخلايا الجذعية تبدأ تتحلل والخلايا الجذعية تحل محلها وتكون نسيج بعد ما تتمايز تكون نسيج مشابه على سبيل المثال لصمام القلب هذا طبعا خروج عن المحاضرة ولكن إن شاء الله تعالى نتكلم عنه بالمحاضرات القادمة النوع الثالث اللي هو تكلمنا عنه اللي يسميه Recomponent DNA Technology في البيوتكنولوجي the gene is the cornerstone of most molecular biology studies cornerstones يعني شون نقول إنه الحجر الزاوية الحجر الأساسي الجين أنا دائما أكلون جينات the study of genes عادة دراسة الجينات كان فاصلتاة by isolation and amplification of gene of interest يعني إنه عادة حتى أدرس الجين لابد إنه أعزله ثم بعد ذلك أكاثرة ثم بعد ذلك أحول هذا الجين علما إلى البروتين اللي ينتج لي ثم أدرس البروتين إذا مرة أستخدمها للأغراض العلاجية اللي مثال الإنسولين يذكرناه ومرة أخرى لا أستخدمها للأغراض البحثية أرد أدرس مثلا هذا البروتين شنو وظيفته يعني على سبيل المثال تعرفون إنتوا هسا أحنا العالم دائخ بمن كورونا فيروس كورونا فيروس واحدة من البروتينات الأساسية اللي بيه هي السبايك إذا سمعتو بيه اللي هي هذا الشكل الدائري اللي عليه البروتينات اللي هي ريسبترات هذا السبايك هو واحد من البروتينات الأساسية اللي يرتبط وين ببروسبترات يسموها الانجيوتونسين 2 اللي هي موجودة وين موجودة بشكل أساسي بالجهاز التنفسي موجودة أيضا في الجهاز الهضمي أيضا ولذلك نشوف إنه وبعض الأشخاص صار عندهم إسهال لما نصابه بالكوفيد 19 طيب أنا أريد أدرس مثلا هذا البروتينات العفو هذا إيه هذا البروتينات اللي هو السبايك اللي موجود على الكورونا فيروس شلون أدرس أخب ما معقولة أجي أخذ كورونا فيروس وتعامل ويه وأفصل البروتينات هاي عملية جدا خطرة ليش أن الكورونا فيروس خطر وبالتالي كثير من اللي يتعامل ويه انصابه وحتى فقده وحياته إذا بواسطة التقنية الهندسة وراثية أنا أقدر بسهولة أستخلص الدينات من الكورونا فيروس مرة واحدة فقط وبعد ذلك بتقنية البي سي آر بعد لا أتعامل ويه فيروس ولا هاي أصلا حتى الآن أكو طرق إنه يستطيعون صناعة دي أن ايه بدون استخلاصه حتى من من الكورونا فيروس يعني مجرد إنه العالم الآن حصل على الشفرة الوراثية لسيكونسينج مالة الكورونا فيروس أقدر أنهسها بكل بساطة أراسل شركة معينة موجودة في الصين أو كوري أقلهم يا بهذا السيكونس دي أن ايه أدزلهم بشكل ورقة تسلسلات قواعد النيتروجينية يدزولي شرية دي أن ايه بتيوبة أمسوي ليها حتى بشكل جاف مجرد أخليه زين ماء بي وأحوله من باودر إلى دي أن ايه سوليوشن وأكل ونه وأخلي خلية البكتيرية تنتج لبروتين ما ذاك الجين ما ذاك السيكونس اللي يدزلت هذه الشركة العلم تطور بشكل هائل جدا فبالتالي الآن عدنا الكرون is one of methods used for isolation amplification of gene of interest الجين اللي أنا مهتم بي أكل ونشلون زيان عملية عزلة وعملية مضاعفة بالPCR طبعا وبالتالي أسوي الذنجة وامنوية البلازميد the gene is cloned by inserting it into another DNA molecule which act as a vehicle or vector that will replicate in living cells طبعا هذه كلامة تكلمنا عنه إنه مجرد إنه تجيب الـ DNA مالتك دم جوية بلازميد وهذا البلازميد يكون عبارة عن vehicle اللي هو كناقل أو vector يعني كناقل أيضا داخل خلية الحية as the two DNA molecules of different origins are combined the resulting DNA is known as a component DNA molecules هذه طبعا تذكرنا قبل شوية فيما سبق the term gene cloning مصطرح gene cloning أو DNA cloning أو molecular cloning أو recombinant DNA technology كلها عبارة عن تسميات تشيرنا إلى عملية كلوانة الجين اللي هي شنو عملية insertion DNA fragment of interest يعني اللي أنا مهتم بيها بدراستها أو بإنتاج شيء معين from one organisms into vector which is self-replicating genetic element inside a living cells طبعا أنا أقول مثال آخر يعني على سبيل المثال الآن عدنا السالة من أني أسوي بي سي آر أقول لمن أسوي بي سي آر أجيب قطعة الـ DNA وأجيب برايمرات وأجيب DNA polymerase هذا الـ DNA polymerase من جايبيني هو ما معقولة مستخلصي هذا الـ DNA polymerase من الأحيان لا مصنعي أيضا بمن بتقنية هندسة وراثية لأنه اللي هي الكلوانة لأنه الـ DNA polymerase هو أيضا بروتين فأيضا بكلواني فهذه عملية GENI-CLONING PROCESS include REMOVAL of DNA from cells Cring out DNA publication in testivial and the transformation of concentrated DNA molecule back into the cells يعني الكلوانة هي عبارة عن أخذ الـ DNA من الخلية ثم بعد ذلك التعامل بهذا الـ DNA وين؟ بالtest tube ثم بعد ذلك نقل هذا الـ CONSTRACTED الconcentracted معناه انه ال DNA اللي انا صنعته اللي اعادت بنائه اللي شكلته انا ادخله داخل الخلية زي خلينا ندخل للتفاصيل The first step in croning is prepared large amount of the vector and the chromosomal DNA اي اول خطوة انا اسويها شنو اجي للخلية البكتيرية اعزل منعدها اول شيء اجيب خلية بكتيرية مثل E. coli بلازميد طبعا البلازميد اعادت ان شوية لعبين بي احنا محوري ومتلعبين بي ورافيا وخالي انه يحو جينات قليلة بس بيجي كل عام خلي نبسط الشرح الان خلي نقول انه جبنا خلية بكتيرية ندرب هاي الخلية اكو فيكتارات نمينا كمية كبيرة من الخلايا البكتيرية اللي تكون حاوي على البكتارات واستخلصنا البلازميدات اللي هي فيكتارات استخلصنا البلازميدات وسبونا تيستي تيوب الان عدي اللي هي أبندروف تيوب تكون حاوية على كمية كبيرة من البلازميدات وبنفس الوقت اروح للانسان مثلا او اروح للحيوان او الخلية اي نوع من انواع الجينات اللي انا اتلاعب بها واستخلصها ايضا من الكائن اللي اريدها عن سبيل مثال جين الانسولين اخذ كرارات دم البيض احطمها واستخدم كت معين واستخلص الدين ايه من خلايا كرارات الدم البيض او من نسيج معين ما اكو اي مشكلة لانه الدين ايه موجود في كل خلايا جسمنا واستخلص الدين ايه واخليه بتيستي تيوب ثانية هذه اول خطوة اذا الان عدي صارت عدي تيستي تيوب اولى بها جين بها كروموسومات الدين ايه وتيستي تيوب ثانية بها البلازميد مزين مزين وفيها داخل الفكتر الان اللي نشوفه اول شيء كل اللي بلازمي ذات او كل الفكترات هي The cell replicating in the cells لما انا اجيبها و ادخلها بداخل خلية البكترية لازم تضاعف ذاتيا ما تروح تندمج لها ما توي الكروموسوم لازم على كتر بعد They contain a number of unique re-struction enzyme cleaving sites that are present only once in the vector شو هاي معناها الانزيم القاطع حتى يجي حتى احنا طبعا مو قلنا انه هذا بلازميد اللي بلازميد يكون دائري فاني حتى اجيب قطعة الجين مالتي والسقها بداخل البلازميد يطلب من عدي انا اش اسوي يطلب من عدي انه من قطعة الدياني اسوي لها عملية قص افتح الدائرة مو هنا انا اتكلمنا قلنا انه اول شي اهي رأسان افتحته فيما بعد ذلك اجيبها ادمجزين هاي شنون افتحك هذا هنا اكو انزيم قاطع يقدر ان هاي الانزيمات تقطعن الدياني نسميها انزيمات القاطعة ناخد تفاصيل ان شاء الله بالكورس الثاني ولكن بشكل عام هذه الانزيمات عبارة عن جزيئة بروتين يجي يرتبط بديان اي معين ضمن سيكونس محدد يعني مثلا عدنا انزيم اسمه NDE1 اسم انزيم قاطع اسمه NDE1 هاذا الانزيم القاطع وين ما يلقى سيكونس بالتسلسل التالي سي اي تي اي تي جي كات اي تي جي نسميه وين يلقى هاذا الان سي اي تي جي اي تي جي كات اي تي جي اذا وجدا بالقطعة الديان اي بهذا التسلسل رأسا هالي بلازميدي يقطعها مره واحده فقط بالفكتر بعد من مواصفات البلازميد انه يكون حاوى على سيلكتابول ماركر جين مقاومة للمضاد حياتي معين يعني مثلا اي نوع مضاد حياتي حتى استخدمه في التجربة مالتي مقاومة لانتي بايتك مثلا اموكسلين امبسلين سيفكسيم سيفتريانكزون كلورام فينكول المهم مقاومة الواحد من انتي بايتك و لازم اني اعرف زين سابقا يوجوالي ان انتي بايتك رسستنس جين that is absence in the host cells and they can be very easily طرعا عادة انه لازم ها هاي شنو المعلومة وبعض الاحيان الخلية شوف هاد الدائرة التخلبوس هاي الشبيرة هاي الحمرة هاد كروموسوم هاد كروموسوم وهذا شنو wicht هاده بلاازميد بعض الاحيان الخلية تكون حاوية بالكروموسوم على جين مقاومة للمضادات الحياتية كожу فلابد انه يكون الجين المقاوم للمضادات THERE الموجود بالبلاازميد غير اللي موجود بمن بالكروموسوم ليش لانه اذا كن الجين الموجود بالبلازميد هو نفس الجين موجود بالكروموسوم واثنين انا matt هين يكون الان المضاد حياتي واحد بالتالي لمن أدخل البلازميد. ما راحك عرف. يا هي لي حاوي على البلازميد و يا هي الي ما حاوي على البلازميد. لأنه الهد speakers راح ينمن ليش لانّ هوا البلازميد другой حاوي على جين مقاوم مثلا بالنبيسلين. والكروموسوم هو على جين أيضا مقاوم النبيسلين في التالي ما راح يبيدني. فلابد بأن اعرف جيد، ياب RH أنا زين انه البلازميد حاوي على جين مقاوم العنبيسلين مثلا او أي مضyen haráp واحد والكروموسوم ما حاول الجين مقاوم لذلك الانتبايتك اللي أنا استخدمه للبلازميد هذه المواصفات الأخرى بعد من المواصفات البلازميد they can be very easily isolated from host cells أنا بسهولة أقدر أعزله من خلية المضيف بعض الأحيان على سبيل المثال البلازميدات تكون كبيرة الحجين فبالتالي عملية استخلاصها من الخلية عملية صعبة جدا حتى عملية إدخال البلازميد بعد ما أدخل بالجين إلى داخل الخلية أيضا عملية صعبة جدا مزين depending on the purpose of cloning there are many vectors available اعتماد على الغرض مات تلك الونامات شنو الغرض انتاجي للبروتينات البروتينات تكون دوائية بروتينات صغيرة كبيرة إلى آخرين For use in the bacteria host E.coli cells system are great variety of cloning factors have been developed لك عندنا E.coli هي أفضل كائن أنا أقدر استخدمها بالكلونا إن شاء الله بالمحاضرات القادمة بالهندسة وراثية بالكورس الثاني راح نعرف إنه مو بس الإيكولاي يستخدمها بالهندسة وراثية ولكن بشكل عام إحنا بشكل أساسي نستخدم الإيكولاي إذن أول شغلة يساوها اللي يشتغلون في مجال الموليكولار بيولوجي يعني مثلا نقول ذوله المايكرو بايولوجيين شل سميهم سمهم مايكرو بايولوجيست أو اللي يشتغلون في مجال الموليكوار بايولوجيست شل دي قلهم موليكوار بايولوجيست عادة لما ننضيف المقطع IST معناها إشارة علما للأشخاص اللي عاملين في ذاك الفيلد شنو يحتاجون أول شي يحتاجون هو شنو عملية عزل البلازميد اللي ذكرنا مواصفاته الخطوة الثانية إنه cutting and joining DNA molecules عملية القطع ذكرناها بالتباصل عملية اللاصق شلون الصير؟ قل نشوف حتى أنا أقوم بعملية بناء جزيئة بلازميد ويا من ويا الدزاير DNA فراغميد قطعة الـ DNA اللي أنا أريد أخليها إنسولين growth hormone شنو اللي أريد أخليه داخل اللازميد لابد إنه كل من البلازميد وقطعة الـ DNA اللي أنا مهتم بيها أهضم هنا بنفس الإنزيم القاطع هاي أول شي زين؟ حتى شنو حتى يصير أكو compatibility الـ DNA المقطع والـ DNA وقطعة البلازميد المقطع لازم بنفس الإنزيمات حتى شنو يصير أكو compatibility يعني شنو compatibility؟ يعني معناها عملية ملاءمة نفس الـ DNA القطعة بنفس الشكل لسه شون هاي التفاصيل أين أخدها إن شاء الله بالكورسة الثانية ريستركشن إنزيم عبارة عن نيوكلييز يعني معناها جزيئات قاطعة للـ DNA نسميها نيوكلييز ذات قطعة البلازميد عادة تقطعنا الـ DNA بمقان محدد زين؟ و هاذا المقان المحدد سميناس سيكونس ولي قبل شوية اشرحت لكم عليها قلنا مثلا عدنا الـ NDE1 يقطعنا سيكونس اسمه C-A-T-Cat-A-T-G يعني أدنين ثايمين قوانين هذا السيكونس ما لقيته قطعته هذا السيكونس شنسمي اللي هو خاص بالإنزيم الـ NDE1 نسميه Restruction Site موقع القطع يسمو Restruction Site These enzymes are isolated by several types of bacterial species مين جابية هاي الإنزيمات؟ هما عازلي همين من بكترية مختلفة و هما تمسوي لها كلونا يعني إذا أنا مثلا أستخدم إنزيم قاطع عن DE1 مين أجيب هذا؟ أشتري من شركة موجودة بتاستيوب زين الشركة مين جايبتها؟ هما تمسنعتها عن طريق العملية الكلونا زين؟ It is interesting to note that the Restruction Enzyme found in a bacterial species doesn't cleave its own DNA زين سؤال بعض الأحيان إحنا قلنا هاذا مين عازلي هاذا الـ DNA نيوكلييز أو الإنزيمات القاطعة من عازلين؟ عازليها من البكترية زين إذا هاي البكترية تنتج إنزيمات قاطعة شنو الفائدة من عدين؟ ليش البكترية تنتج إنزيمات قاطعة؟ بس هذا بعيدا عن مجال البيوتكنولوجيا ومعيدا عن مجال الكلونا اللي دعنا نتكلم عنه هاي الأنزيمات القاطعة ليش البكترية تنتجها؟ تنتجها لأنه لما يجي مثلا الفيج البكتيري ويحقن الـ DNA مالته بداخل البكترية البكترية خب ما تقعد صافنة هما تقعدها وسائل دفاع تنتج إنزيمات قاطعة بمجرد ما يجي الفيج يريد يعني يحقن المادة الوراثية مالته إلى داخل خبية البكترية البكترية مهيئت لإنزيمات قاطعة الـ DNA مات الفيج تكسرها ليش إنها إنزيمات قاطعة تحلل الـ DNA؟ زي سؤال، هذي الإنزيمات القاطعة ليش حللت لي الـ DNA مات الفيج بس ما حللت لي الـ DNA مات البكترية؟ يعني بداخل البكترية الـ DNA متماسك كل شي ما بيه شلون هذي متحللة؟ زي سؤال، أعيد هذا السؤال عدنا الآن خلية بكترية هذه الخلية البكترية وحدة من وسائل الدفاع ضد الفيجات إنه تنتج إنزيمات قاطعة الإنزيمات القاطعة شنو فائدتها تحلل الـ DNA؟ دخل الـ DNA مات الفيج حللته قضت عليها حللته معناها قطعته سوت قطع أكثر من قطعة وبما أنه تقطع الـ DNA بعد ما بيه فائده زين؟ زين، هذا لما أنتجت إنزيمات قاطعة هال إنزيمات قاطعة هل تأثر على الكروموسوم مات الخلية البكترية؟ هل تقطع الكروموسوم؟ هل تقطع البلازميد مالتها بداخل الخلية البكترية؟ لا، مات قطع، ليش مات قطع عيسا خلي نشوف، خلنقرأ يقول إنه إنه هاي الإنزيمات القاطعة عزلوهم من أنواع مختلفة من البكترية ما تقطع؟ ما تقطع؟ كليف معناها تقطع زين؟ ما تقطع الـ DNA خاص مالتها؟ تقطع الـ DNA خاص مالتها شوف، اللي يصير شنو عدنا؟ إنه البكترية ذكية تقول يا عبا، هذا الإنزيم مالتي، هذا راح يقطع الـ DNA مالتي، فأني ش سوي؟ خلي أنتج إنزيم ثاني يحور الـ DNA مالتي بحيث لما يجي الإنزيم القاطع اللي أنا أنتجته ويريد يركب على الـ DNA مالتي مالتي، ما يقدر يركب، إش سوّت؟ أنتجت إنزيم، اسمه هذا الإنزيم ماثليز، ماثليز شنو؟ مجموعة الماثل، إذا تذكرون بالكيميا الحياتية أو الكيميا العضوية لدينا مجموعة يسموها C-H3، هذا C-H3 عبارة عن مجموعة مثل C-H3 كاربون وثلاث ذرات هيدروجين هذا الكاربون وثلاث ذرات هيدروجين، هذا إنزيم الماثليز، شي سوي؟ يجيب هذا C-H3 ويخليها أين؟ بالـ Restruction sites بالموقع اللي يركب عليها الإنزيم القاطع، وين هذي العملية تم؟ بـ كروموسوم الخلية وبلبلازميد أيضا، فبالتالي يجي الإنزيم القاطع اللي أنتجته البكتيريا اللي يركب عليها على الـ Restruction site ماته ما يقدر، ليش؟ لأنه أكون مجموعة مثل These Restruction endonucleases in bacterial system are thought to have evolved as a defense system to fight against foreign DNA that's invading the bacterial cells such as the virus وظيفة هذه الإنزيمات القاطعة هي الدفاع ضد من ضد الـ DNA الغازي ضد الـ DNA اللي دخلته منه الفيروسات اللي هي البكتيريا وفيتش الآن نحن الثانية هنا من شرح الإنزيمات القاطعة، بشكل عام نرجع خلي شغلنا اللي هو الـ الهندسة الوراثية أو الـ Gene Cloning اللي إذكرنا أنه الـ Gene Cloning هو تقنية من تقنيات التقانية الإحيائية يعني بالكورس الثاني لما ندرس الهندسة الوراثية، الهندسة الوراثية هي جانب أو جزء صغير جداً من التقانية الإحيائية التقانية الإحيائية تشمل علوم كثيرة جداً من ضمنها الهندسة الوراثية، المهم بعد ما أنا أخذت البلازميد وأعزلته من الخرية البكتيرية وأخذت الـ DNA وأعزلته من الخرية مات إنسان أو حيوان أو إلى آخرين وكثرته بالـ PCR أو قطعت الجين اللي أنا أريده مباشرتين وقطعتهم بنفس الإنزيمات، الآن بعد عدنا وصلنا إلى طريقة إنه ألحم قطعة الجين ويامن ويالبلازميد شلون ألحمها؟ To join the digest plasmid and insert حتى ألحم قطعة البلازميد المهضوم ويقطعة الإنسرت اللي هي الإنسرت معناها المحشور، يعني قطعة الـ DNA اللي أنا أريد أحشرها، باللغة الإنجليزية insert معناها حشر أخر إنزيم ثاني اسمه DNA ligase، هذا الـ DNA ligase معناه إنه لحم DNA ligase ligation عملية اللحم يسموه ligation is required آه هنا أكو غلط، خلني نضيفه required is required مطلوبة، ليش مطلوبة؟ حتى ألحم قطعة الـ DNA حتى ألحم قطعة الـ DNA حتى ألحم قطعة الـ DNA اللي هي نسميها الـ Recomponent two major categories of enzymes are required عدنا إنزيمين أساسيا نحتاجين من إنه الأول نسميه Restruction endoneuclease والثاني شنسميه نسميه DNA ligase هش؟ زين Restruction enzyme clears photophosphodiester bond at the specific restriction sites أهلان عدنا بس سؤال تعرفون إتو شريط الـ DNA عبارة عن قواعد نيتروجيني مرتبطة واحدة ويا الثاني يعني مثلا الـ Adenine مرتبط بصفة ثايمين الثايمين مرتبط بصفة غوانين الغوانين مرتبط مثلا سايتوسي وهكذا هذاني ضمن الشريط الواحد يرتبطني بآصرة اسمها شنو فوسفو داي أستر بونت هذه الآصرة اللي تربط بقواعد نيتروجينية ضمن الشريط الواحد ضمن الشريطين الآصرة اللي تربط قاعدة نيتروجينية مع قاعدة نيتروجينية أخرى ضمن الشريطين زين القاعدة هاي نيتروجينية اللي هي قلنا إذا تذكرون بـ كل أدنين يرتبط بآصرتين وثايمين وكل غوانين يرتبط بثلاث أواصر ويامن ويالسايتوسي فعادة الأنزيم القاطع الشي يقطع لي يقطع لي الأواصر للفوسفو داي أستر بونت زين الدييني لا يقز شنو وظيفته الدييني لا يقز يدمج للفوسفو داي أستر بونت يعني عاكس تماما الريستركشن انزيم زين هذي الكلام باقي نفس الكلام لحد هنا احنا يعني خلصنا من عملية الكلوانة وخلينا وسوينا احنا الآن جزيئة ريكمبيل دييني اللي سميناها الريكمبيل دييني بلازميد الآن عدي آني الخطوة الثانية إنه هذا البلازميد هذي طبعا الدوائر هي قطعة الريكمبيل دييني بلازميد لازم أدخلها وين إلى داخل الخلية شنون أدخلها شنون أنا أكمش هذي البلازميدات وأدخلها هناك أكو أكثر من طريقة بعضها ذكرناهم بالمحاضرات السابقة بالجين ثرابي نفسها نستخدمها وبعضها لا يختلف خلني نجي نشوف مكتوب هنا الترانسفورميشن الترانسفورميشن هي العملية اللي ندخل الريكمبيل بلازميد المن إلى داخل الهوست اللي هو الإيكولاي على سبيل المثال The ligation reaction mixture يعني لما أجيب الآن السالي بلازميد قطعة البلازميد موجودة بتست تيوب وسائل طبعا وعدي أيضا الآن الإنسرت اللي هو الجين اللي أنا أريد أحشره موجود أيضا بتيوبة كل من أعامل على كتر كل من أقطع بإنزيم على كتر وبعد ذلك أمزج السائلين اللي هو الإنسرت ويا من ويا الفكتر ويا الفكتر وبعد ذلك أضيف الإنزيم القاطع هذا شي سموه يسموه ligation reaction mixture خاف أجيب لك أجيب لك أجيب لك شنوه ligation reaction mixture تجيب لك هاي تيست تيوب حاوي على البلازميد المقطوع وحاوي على قطعة الجين المقطوع وحاوي على الإنزيم اللاحم اللي هو السمينا T4 ligase خاف أجيب لك أجيب لك هاذا شنو T4 ligase أو ما أمذكر يلا ناخده ما أمذكر هاي الملاحبة ناخدها إن شاء الله بكورسة ثانية Ligation reaction of mixture of recombinant DNA desired above is introduced into bacterial cells الآن أريد أقدمها أقدمها يعني أدخلها داخل من داخل خلية البكتيرية هاي العملية شنو سمية عملية transformation the traditional method الطريقة التقليدية المستخدمة to prepare cells for transformation process is to incubate the cell in a concentrated calcium salt solution to neutralize the negative charge of membrane شنو اللي يصير حتى أنا أدخل البلازميد إلى داخل الخلية البكتيرية عملية إدخال البلازميد إلى داخل الخلية البكتيرية إلى حد ما مشابهة لعملية تلقيح الحيمن بالبيضة المخصبة يعني شنو؟ يعني عدنا الآن على سبيل المثال لما نصير عملية التلقيح الحيامل يعني أثناء السكشوال انتركورس اللي يصير شنو؟ إنهم ملايين من الحياة من السبيرمات تكون في داخل السكشوال أورغنمات الفيميل وبالتالي حتى تلتقي بالبيضة بالأيك زي ما حتوق عملية دخول البلازميد إلى داخل البكتيرية إلى حد وما مشابهة هذه العملية فقط عدنا بلازميد واحد هو اللي يدخل داخل الخلية البكتيرية بعض الأحيان أكثر من البلازميد ولكن في الغالي بلازميد واحد حتى أهيي البكتيرية اللي الآن خلينا نتصوها كأنه هي أيك لازم أنه أعاملها بمادة كيميائية حتى شنو لأنه العادة للغلاف الخارجي مات الخلية البكتيرية وأي خلية يكون بيه شحنات مختلفة موجبة وسالبة وكلاشي فأنا شنسوي هنانا راح أشحن الخلية البكتيرية بمادة كيميائية اللي هي سميناها الكاليسيوم كاليسيوم ملح الكاليسيوم يعني مثلا كاليسيوم كلورايد شون صوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام بس هاي كاليسيوم كلورايد اللي راح أسوي شنو وإنه أخلي المنبرين مشحون بشحنة سالبة زين اللي يصير شنو عفوا اللي يصير شنو إنه الشحنة السالبة تدخل إلى داخل الشحنة السالبة اللي يصير شنو تعادل بالشحنات تعادل يصير بما بالجدار الخلوي الجدار البكتيري فيصير الشحنات الموجبة كأنه إلى الخارج شحنات السالبة إلى الداخل اللي يكون عادة سالبة الشحنة أو موجبة الشحنة التوجك في تلك الفجر المهمة plea عادة SARline اللي يكون علاقة بشحنة البلازمية اللي يكون عادة سالبة الشحنة لم�� يكون قريب وهي المنوي الغشاء مادة البكتريا اللي يكون موجبة القرية رح يكون Aku Attach الخلايا راح يكون بسبب هذا الاختلاف الغشنة موجبة و سالبة البلازميتات راح تغطي بشكل لصيق أين الخلية البكتريا Jووكت لما أنا أمزج الخلايا البكترية والبلازمية يعني أول شي أخذ الخلالي البكتيرية أعملها بمادة كاليسيوم سولت الكاليسيوم سولت رح يسوي لي نيوتريلايزنج يعني عادل للشحنة اللي موجودة بالمنبرين بالتالي لما أمزج البلازميد وهي الخلية البكتيرية رح يكون عملية الانجذاب ما بين البلازميد عفوا فبالتالي لما أضيف البلازميد رح يكون عملية انجذاب الشحنات ما بين البلازميد والجدار الخلوي فيكون ارتباط وثيق جدا فلما يكون هذا الارتباط وثيق رح تكون عملية شرون كأنه ينزلق البلازميد إلى داخل الخلية البكتيرية بعد ذلك طبعا هاي العملية لما أنا عامل البكتيرية البكتيرية عفوا بالكاليسيوم لازم أخليها في ظروف باردة جدا يعني دائما شغلي بالثلج مع ذلك بمجرد ما أمزج البلازميد داخلية الخلية البكتيرية اللي أنا عاملتها بالكاليسيوم ويصير انجذاب أخذ هذه الخلية مباشرة من الثلج اللي ما أدخلها بوترباث زيان درجة حرارته يعني خلي نقول 40 مئة ويأكثر بقليل اللي راح يصير شنه راح هذا الحرارة تسبب اختلاف بالشحنات تخلي عملية هيت شوك كأنه أنص دمتها للبكتيرية من برودة إلى حرارة فاللي راح يصير شنه راح ينزلق البلازميد زيان إلى داخل الخلية البكتيرية بهذه العملية اللي يسميناها هيت شوك طبعا بولا ما أدخلها بالبوترباث هذه البكتيرية زيان بدرجة حرارة عاملها معينة 42 سيليزي بعد ذلك مباشرة أرجعها بالثلج هاي عملية إخراج الخلية البكتيرية من داخل الثلج إلى داخل الووترباث ثم بعد ذلك أرجعها للثلج زيان يسموها صدمة حرارية طبعا لما أقول إخراجها من الثلج وإدخالها بالووترباث خب أنا ما دع أخذ الخلية مباشرة وإنما دع أخذ التست تيوب أنا أتعامل بتست تيوب كله اللي هو الإبندروف تيوب إذا شايفيها هذه العملية تصير عملية transformation الخلية البكتيرية اللي عاملناها بالكالوسيوم واللي ضفنا لها البلازميد نسميها competent cells يعني خلية مستعدة لاستقبال البلازميد هذي طريقة هذي طريقة الأولى اللي هي طريقة الهيتشوك طريقة الثانية إنه نفس هاي الكمبوتينت cells بعض الأحيان عملية الهيتشوك تكون غير مناسبة ليش لأنه بعض الأحيان البلازميد اللي أرددخلة يكون شوية كبير الحجم وغالبا لما يكون البلازميد كبير الحجم عملية إدخالة داخل الخلية البكتيرية تكون صعبة لذلك نستخدم بدل الحرارة نستخدم شنو شحنة شحنة كهربائية جاهز معين يضطي شحنة كهربائية يصدم الخلية البكتيرية بشحنة كهربائية هذي الشحنة الكهربائية تسبب لثقوب في داخل غشاء الخلومات البكتيرية بدون ما تقتل طبعا البكتيرية خلال هاي الثقوب تنزل البلازميدات المن إلى داخل الخلية البكتيرية مزين هذي عادة أن الطريقة مو كلش شائعة ليش دوتو لس برسنتج أوب سيرفايفل أوب ترانسفورميشن سيالس بعض الأحيان لما أنا نسوي الهيد شكي تموت الخلايا فمو كلش دائما نستخدمها بس بعض الأحيان أنا مختار أستخدمها ليش لأنه حجم البلازميد يكون كبير البكتيرية عادة من وسائل الدفاحة إنه تحطم للديناي الغريب اللي يدخل لها زيان واللي يكون عادة ذاك الديناي اللي يدخل لها يكون ما بيمثيليش بس الخلية البكتيرية عادها إنزيم المثيليز زيان اللي يضيف CH3 مثل ما اذكرنا including the plasmid vein why don't they degrade the transformed recombinant DNA زيان سؤال البلازميد اللي أنا مستخدمه بالهندسة ورافية ما بي CH3 وبالتالي أنا لما أدخل لداخل الخلية البكتيرية الخلية البكتيرية تشوفه هذا الديناي غريب المفروض هي أورادي فارزة إنزيمات قاطعة زيان الخلية البكتيرية ليش ما تحطم اللي جزيئة البلازميد اللي أنا دخلتها the answer is that the molecular biologist العاملين في مجال الأحياء الجزيئ إيش سواه have cleverly بشكل ذكي engineered يعني هندسة ورافيا undeveloped a bacterial strains هندسة ورافيا بكتيرية زيان سلالة بكتيرية تفتقد المنع القدرة على إنتاج إنزيمات قاطعة إذن أنا مثل ما قلت لكم قبل شوية قلت لكم الإيكولاي اللي نستخدمها بالهندسة ورافية شوية متلاعبين بيها موخرين عوامل الضراوة من ضمن عوامل الضراوة ومن ضمن الوسائل الدفاعية هي قدرتها على إنتاج إنزيمات قاطعة لذلك الإيكولاي اللي أنا أستخدمها بالهندسة ورافية تكون غير قادرة على إنتاج إنزيمات قاطعة زيان نوع من أنواع هاي الإيكولاي نسميها DH5-alpha DH5-alpha تركزولي على هذا الاسم زيان A transform bacterial cell may carry either recomponant or non-recomponant plasmid DNA The plasmid بعض الأحيان الخلية البكتيرية تكون حاوية على قطعة بلازميد بس بعض الأحيان عف قطعة بلازميد حاوية على الجين بس بعض الأحيان البلازميد لما أنا أسوي عملية لحم ما تدخل قطعة الجين اللي أنا أرد الحم هو البلازميد اللي يصير شنو البلازميد ينفتح وينغلق مرة ثانية فيكون مو حاوية على الجين مزين فهي شو أنا عرفها هاي إن شاء الله ناخدها بالتفاصيل الأخرى بالمحاضرات الهندسة وراثية ولكن عندنا بالنسبة إلى القطعة الإيكولاي اللي تكون حاوية على قطعة DNA تكون غير ملتحم عادة هاي ما تنمو البلازميد ما ينمو يعني بعض الأحيان البلازميد مزين يدخل لها داخل الخلية البكتيرية بس هو مو سيركولر ما ملتحم مزين هذا عادة البلازميد ما ينجو مزين الخلية البكتيرية تشوف هذا غريب فتحاول أنه تتخلص منه بطريقة أو بأخرى لأنه ما يفيدها مزين لسه شلون هذي يعني شغلة إن شاء الله ناخد تفاصيلها بال بالمحاضرات السابقة لما دخلت طبعا البلازميد إلى داخل الخلية البكتيرية transform cell divide يعني خلية اللي صارت دخل الهل اللي بلازميد راح تنقسم اللي بلازميد اللي بيها راح لما تنقسم الخلية وتصير خلية جريدة البلازميد اللي بيها همت راح ينقسم وياما يصير بالخلية جريدة فكلما الخلايا تنقسم كلما البلازميد ينقسم أيضا وكل الخلايا الجريدة اللي تنمو يعني إحنا نسعب مو دخلنا البلازميد اللي لداخل الخلية البكتيرية الخطوة الثانية مباراها الخلية الجديدة اللي نتجت الخلية اللي هي البنت where they continue to replicate ضعف single transformed bacteria undergo numerous cell division result in clones of cells الخلايا اللي نتجت كلها تكون كلها حاوية على البلازميد وكون كلها حاوية على البلازميد من نفس النوع فنسميهن كلهن clones clones وهذه لذلك هي اسم ايضاً single bacteria colony يعني عادة الكلونز هو عادة عبارة عن مستعمرة بكترية مفردة ولذلك الكلونيج اجا من هذا الاسم خاف واحد يقولك شون اجا هذا الاسم الكلونيج عملية كلهنا اجا من هذه العملية from the colony of bacteria the clone DNA now being isolate بعد ذلك راح نعزلها وإلى آخر الهنان انتهت ان شاء الله تعالى محاضرتنا اتمنى انه كانت محاضرة مفيدة المحاضرة سهلسة وسهلة وان شاء الله تعالى نكون على تواصل مستمر ويا حضراتكم شكراً جزيلاً لأصغاءكم ونلتقيكم ان شاء الله في محاضرات قادمة شكراً جزيلاً لأصغاءكم